أعزائي طالبات وطلبات الصف الأول السنوي أهلا بكم سعيد جدا النهاردة إن شاء الله هبقى موجود مع حضراتكم كده على شاشة قناة مصر التعليمية نهاردة إن شاء الله عندنا أولاد هناخد الجزء الأخير في الباب الرابع اللي هو إن شاء الله يبقى الامتحان بتاعك الأسبوع الجاي عليه قدر الإمكان هنحاول ناخد كده تدريبات كتيرة فأسازينكم عندنا من أصدر أنا كنت سايب أو كنت سايب لحضراتكم كده سؤال في نهاية الحلقة بسنة ما شاء الله فيه كتير جدا منكم حلوه لدرجة اللي أنا مش قادر أقول مين قدر يحلو مين ما قدرشي لإن بسنة ما شاء الله كتير منكم جدا حلوه فأسازينكم كده هنستعرض أسامي الناس اللي حليته كده المرة الجاية لإن عندنا النهاردة إن شاء الله شوية أمثلة كتير جدا على حرارة التكوين وحرارة التفاعل وعايزين نشوف كده الفرق ما بينهم فإذن الله إن شاء الله كده في الحلقة الجاية بتاعت المراجعة إن شاء الله إذا كان في نصيب هبتدي أقول لحضراتك مين اللي حل ومين اللي وصل ومين اللي اجتهد إن شاء الله بدايين كده عندنا أولاد الحلقة اللي فاتت كنا بتادينا نتكلم على حاجة اسمها حرارة التكوين أفكر حرارة كده بسرعة عندنا مستر بحرارة التكوين معنى كلمة حرارة التكوين هي مقدارة تغير الحرارة الناتج عند تكوين مول واحد من المادة من عناصره الأولية إيه العناصر الأولية دي يا مستر؟ العناصر الأولية هي العناصر الأساسية اللي بتكون المركب على سبيل المثال لو انا خدت كده عندنا اولاد ادي كربون مع اكسوجين عشان اطلع CO2 اللي هو ثاني الكسير الكربون مبدئيا الكربون عندنا حالته صلبة والاكسوجين حالته غازية وهنا ثاني الكسير الكربون برضو حالته غازية خد بالك انا باخد عندنا او بتعامل بشروط قياسية ايه الشروط القياسية دي عندنا اولاد اللي مبدئيا درجة الحرارة هي درجة حرارة الغرفة اللي هي 25 درجة مئوية والضغط هو الضغط الجوي اللي هي واحد ضغط جوي الشروط دي عندنا بنسميها الشروط القياسية فبتطلع القيمة اللي بتطلع عندنا اولاد بنسميها دلتا اتش نود فورميشن يعني حرارة التكوين القياسية طب ده بسرعة كده التعريف اللي احنا اخدنا المرة اللي فاتت يبقى عشان اطلع حرارة التكوين القياسية مبدئيا باخد العناصر الاولية اللي هي العناصر الاولية في الحالة القياسية بتاعتها يعني الحالة القياسية اللي هي حالة العناصر اللي فيها بيكون درجة الاستقرار عالية بكون مول واحد من المركب من عناصره الاولية بشرط ان تكون حالة قياسية زي ما قلت لحضرتك ده تعريف التطبيقات ما عندنا اولاد في الواقع انا عندي 3 انواع من المسائل هنا او 3 انواع من التطبيقات لو نبص كده عندنا اولاد مع بعض كده التطبيق الاولياني حادديلك ايه حادديلك مثلا اول فكرة هيو الاكان عندي 3 مركبات y z مش مشكلة عندنا اولاد المركبات دي هي مين ولا اسميها ايه طيب إيه اللي حدهولك كمعلومة عن المركبات دي حدهي لك حرارة التكوين القياسية للمركب الأولين اللي هو X مثلا سالب 400 أو 700 كيلو جول لكل مول طيب حدهي لك برضو حرارة التكوين للمركب التاني عندنا اللي هو Y موجب 200 كيلو جول لكل مول المركب التالت عندنا أولاد سالب 500 كيلو جول لكل مول ده كده المعطلات بتاعتك إيه المطلوب؟ وخد بالك ده سؤال مهم طيب حرارة المطلوب أرتب المركبات دي على حسب درجة الاستقرار طيب يا مستر وأنا هعرف منين درجة الاستقرار أقول لك لأ المرة اللي فاتت خدنا معلومة مهمة جدا إن حرارة التكوين لها علاقة مباشرة بدرجة الاستقرار بتاعت المركبات يعني إيه؟ طيب حرارة دلاتي عندنا أولاد المجلول بتاع الإشارات والقيم اللي طالعة الإشارة السالبة تعني إن دوان تفاعل طارد الإشارة السالبة تعني إن ده تفاعل طارد وده تفاعل ماص طيب تمام؟ بعد ما عرفت إن هو تفاعل طارد أو تفاعل ماص إيه اللي هيعود علي؟ بصوا معايا كده أولاد كلمة تفاعل طارد يعني التفاعل ده علشان يتم فيه كمية طاقة تنطلق طيب يعني إيه كمية طاقة تنطلق؟ يعني فيه كمية طاقة خرجت من المركب إذن الطاقة المتبقية جوه المركب نتيجة انطلاق طاقة منه هتبقى كمية طاقة متبقية أوليلة كما مرى يا أولاد تفاعل طارد يعني حدث انطلاق لكمية طاقة من المركب أثناء تكوينه إذن الطاقة المتبقية في المركب عندنا بعد انطلاق طاقة هتبقى كمية طاقة أوليلة طيب تمام إيه علاقة ده بالاستقرار؟ قلت دي العلاقة المباشرة بالاستقرار والطاقة دي علاقة عكسية يعني إيه؟ يعني كلما كانت طاقة المركب أوليلة كلما كانت درجة استقراره عالية كلما كانت طاقة المركب كبيرة كلما كانت درجة استقراره أقل يعني إيه مستر؟ يعني لو أنا عملت تفاعل طارد للحرارة هتنطلق كمية طاقة كبيرة أو صغيرة إذن الطاقة المتبقية في المركب بعد انطلاق طاقة منه هتبقى كمية طاقة أوليلة في الحالة دي النواتج من المركبات الطرد أو من التفاعلات الطرد للحرارة هي نواتج مستقرة طب نبص كده في المثال بتاعنا أنا مدي الحرارة كده عندنا تفاعلين طردين للحرارة أه بس مش بنفس الكمية في واحد طارد للحرارة حدث انطلاق ل700 كيلو جول لكل مول وفي واحد عندنا أولاد حدث انطلاق ل500 كيلو جول لكل مول طب إيه العائد علي يبقى أكيد الطاقة المتبقية للمركب X ده هتبقى كمية الطاقة اللي فضلة فيه قليلة طب كمية الطاقة اللي فضلة فيه قليلة يبقى درجة الاستقرار بتاعته عالية ده رقم واحد في الاستقرار كمان مرة كل ما طلع كمية طاقة كبيرة كل ما أثناء تكوينه حدث انطلاق لكمية كبيرة من الطاقة يبقى كمية الطاقة المتبقية فيه هتبقى قليلة ولما الطاقة بتاعته تبقى قليلة يبقى درجة الاستقرار بتاعته عالية يبقى ده رقم واحد في الاستقرار وبعدين ده رقم اتنين في الاستقرار اللي هو المركب زد ده ليه؟ طيلي مستر حراك هما الاثنين طاردين للحرارة هما الاثنين أثناء تكوينهم بتنطلق طاقة ولكن ده انطلقت منه كمية طاقة كبيرة فكمية الطاقة المتبقية فيه بعد انطلاق كمية طاقة كبيرة منه هتبقى كمية طاقة اليه يبقى الاستقرار بتاعته أعلى ده تفاعل ماص يعني معنى كده حدث انتصاص للطاقة يعني أثناء تكوينه دخلنا جواه كمية طاقة كبيرة يبقى كمية الطاقة المتبقية جواه بعد الامتصاص عالية جدا يبقى درجة الاستقرار بتاعته أقل كمان مرة يبقى انا هتدي لك عندنا ولد كذا مركب مش مشكلة المركبات دي ايه ساميها ايه مش قضيطنا المركبات اللي متعامل معاها هي مين انا مدي لك عندنا مركب يعني انا مدي لك حقيقة علمية طيب وهدي لك عندنا حرارة التكوين ايه اللي العائد علي طيب الحراكة مستر هنائش قيمة واشارة الاشارة تعبر على نوعية التفاعل اذا كان طارد ولا ماص والقيمة تعبر على كمية الطاقة المنطلقة او كمية الطاقة الممتصة مبدئيا التفاعل الطارد اللي بتنطلق منه طاقة بيدي نواتج مستقرة والتفاعل الماص اللي اسناء تكوينه بيمتص كمية الطاقة بيدي نواتج عندنا اقل استقرارا طبيعي كل ما طلع كمية طاقة كبيرة جدا أثناء تكوينه يعني طلع انطلقت منه طاقة عالية جدا فالمتبقي عنده هتبقى طاقة قليلة ده أول نوع من تطبيقات حرارة التكوين يعني كل رجاء أن يكون المثال ده مباشر وسهل بالنسبة لك جالك بقى السؤال في الاختيارات أو جات لك مسألة في المقارنات أو في الترتيب يبقى حركة تفكر وفقا لليل أنا بقوله طب ده أول تطبيق عندنا ولاد تاني تطبيق الفكرة التانية حدي لك عندنا ولاد معادلة أيا كانت المعادلة بتاعتنا هي مين حدي لك مثلا DCH4 وأكيد هكتب لك الحالة الفيزيائية ما تقلقش واعمله تفاعل مع الأكسوجين حدي لك عندنا مستر CO2 مع H2O طيب قبل ما ناقش يا أولاد أول حاجة أفكر فيها قبل أصلا ما يشوف عندنا هو طالب مني إيه هل المعادلة موزونة ولا لا طيب هركة مستر يعني أنا مبدئيا لازم المعادلة تبقى موزونة طيب المعادلة يا مستر زي ما حراك شايف كده مش موزونة فنعمل إجراءات وزن المعادلة الأول داخل عندك واحدة كربون خارج واحدة كربون أربعة هيدروجين اتنين هيدروجين حضرب هنا عندنا كده في 2 أدي عندنا أربعة أكسوجين خارج اتنين واثنين يبقى أضرب هنا كده عندنا في 2 مبدئيا لازم المعادلة تبقى موزونة من شروط المعادلة الحارية لازم تبقى عندنا موزونة أنا هعوض بأرقام ولو أنا هعوض على 1 مول هختلف على 2 مول وهكذا طيب أنا كده اتطمنت أن المعادلة عندنا موزونة إيه كمان هشوف بقى الحاجات اللي هو مدهاني هو طالب مني إيه طالب مني أحسب دلتا إتش وأعرف نوع التفاعل وأعرف إذا كان عندنا التفاعل ده هيطلع لك مركبات مستقرة ولا غير مستقرة وارسن كمان مخطط الطاقة طيب إيه المعطائط لده كله يا مستر محمد هقول لك هيطدي لك دلتا إتش نود فورميشن إيه دي؟ اسمها حرارة التكوين القياسية F دي يعني فورميشن نود دي يعني الشروط القياسية هيطدي لك حرارة التكوين القياسية للمركبات بالترتيب هقول لك الميثين سالب 500 كيلو جول لكل مول هتدي لك الكاربون دايكسايد أو الCO2 سالب 300 كيلو جول لكل مول هتدي لك عندنا يا أولاد المية سالب 100 كيلو جول لكل مول هأكد لحراك للمرة الأخيرة دي مش الأرقام الحقيقة أنا بدي لك بس أرقام كده بسيطة عشان نقدر نتعامل بها طيب مبدأنا عندنا يا أولاد إيه اللي هفكر فيه الأول احنا تعلمنا بقى من الأمثال اللي احنا حلناها مع بعض في الحلقات اللي فاتت رقم واحد المعادلة تبقى موزونة هو هيدي لك الحلل في الزيقية ما تقلعش رقم اثنين المعطيات لازم تكون عندنا في نفس الوحدات يعني يا مستر أقول لك لو الراجل ادي لك عندنا مركبات بوحدات مختلفة حول كل الوحدات لوحدة واحدة يعني لو كنتم يدي لك كيلو جول لكل مول أو كيلو كالوري لا يا مستر خليها لكلها كيلو جول أو خليها لكلها كيلو كالوري مش مشكلة أنا مش محدد حضرتك طيب نشتغل ازاي طيب مبدئيا حنقل المعادلة الموزونة بتاعت حراك زي ما هي يا مستر حنقل ولا هرسم في فرق طيب طبعا لو اديت لك عندنا حرارة التكوين القياسية حنقل المعادلة زي ما هي مش هرسم طريق الارتباط طب انت هرسم طريق الارتباط دي نقطة هنرجع لها كده عندنا ولاد كنت نولناها في الحلقات اللي فاتت لو انا اديتك طاقة الرابطة هدي لك مثال كده على كل نوع بس اساسينك ركز على حساب دلتا اتش لما يدي لك حرارة التكوين القياسية اول حاجة هنقل المعادلة الموزونة اللي هي عبارة عن ايه يا ولاد اللي هي عبارة عن سي اتش فور مع الاكسوجين اتنين مول من الاكسوجين هيطلع سي او تو مع اتنين مول من الوطر طيب وبعدين طول الحركة مستر وبعدين هنبتدي نعوض بالارقام اللي انت مدهاني بالاشارات اللي انت مدهاني اه بس اخد بالك انا مدي لك هنا عندنا سي اتش فور القيمة بتاعته نيجيتف خمسمائة طب مستر حركة مش مدي لنا الاو تو قال لك طب هو الاو تو ده مركب ولا عنصر طب انا هعرف منين اقول لك المركب هي زرات مختلفة زي السي اتش فور زي السي او تو زي الاتش تو او طب العنصر هي زرات متمثلة يعني الاو تو او الاو ثري او البي فور او الاس ايت طيب العناصر عندنا ولاد ملهاش حرارة تكوين فالقيمة بتاعتها بصفر كما مرة يبقى اللي ليها القيم لحرارة التكوين هي المركبات بينما العناصر ملهاش حرارة تكوين وكنا قلنا عندنا بنفترض ان المحتوى الحراري للعناصر بصفر يبقى دي اول حتة انا عندي العناصر هعوض عن قيمة حرارة التكوين بتاعتها بصفر CO2 أنا أمدي لك القيمة بتاعته سالب 300 زيت أدي 2 ونفتح بركة كده عندنا أولاد المية اللي هي سالب 100 آه ده ده قيمة المول عشان كده عندنا مستر أنا هضرب عندنا في 2 اللي هي عدد المولات يبين عندنا أدي سالب 100 أخلص القيمة الرقمية بتاعتي هيطلع عندك هنا ناجي سالب 500 للمواد المتفعلة وهنا عندنا أولاد سالب برضو 500 للمواد الناتجة طبعا سالب 300 وهنا سالب 200 تطلع لك سالب 500 ايه ده يا مستر قولك ده ده المتوسط بتاع حرارة تكوين المتفعلات ودي حرارة تكوين النواتج طب هل يا مستر بالضرورة تطلع أرقام واحدة قولك لا احنا في الأساس قلت لك اللي أنا بدي لك أرقام عشان بس يبقى حسابيا أشتغل عليها بسهولة طيب وبعدين بعد ما عندنا يا مستر ما كتبت المعادلة ما رسمتهاش وعوضت عن العناصر بحرارة التكوين بصفر وعوضت عن المركبات بحرارة التكوين اللي هو مدهالك بنفس الإشارة اللي هو مدهالك من غير معدل الإشارات وخد بالك من الجملة دي جدا عندنا أولاد أنا هنا ما بلعبش في الإشارات أنا هنا ما بعدلش في الإشارات تعديل الإشارات ده لو كان مديلك طاقة الرابطة أرجوك خد بالك طاقة الرابطة يبقى فيه تعديل في الإشارة لكن حرارة التكوين بنستخدم المركب أو بنستخدم القيمة بالاشارة اللي هو مدهاني طيب وبعدين طولي حركة هنكتب القانون ده اللي هو دلتا اتش هي عبارة عن اتش بي نايس اتش اار طيب انا اديتك عندنا او حسبتلك دلتا اتش او هحسب دلتا اتش اتش بي انا حسبتها عندنا ولاد ليه سالب خمسمائة تاعت المواد النتيجة ودي عندنا السالب بتاع القانون افتح كده قصين اتش اار انا مديلك برضو القيمة بتاعته بسالب خمسمائة تلسه الحركة عندك مشكلة هنا مستحيل وانت بتحل عندنا ولاد تطلع لك القيمة في النهاية بصفر اولا انا افترض تلت ارقام قدرا كده طلعت الارقام واحدة لكن مفروض وانا بحل المسألة عندنا ولاد ما بتطلع لنا اش دلتا اتش بصفر فلو انا عدتلك كده شوية في الارقام وديتك مثلا عندنا ان قيمة الاتش اار هتطلع باي قيمة غير الخمسمائة ولتكن مثلا انا تطلع لك 600 هحسب عندنا قيمة دلتا اتش هتطلع لك في النهاية موجب 100 كيلو جول لكل مول طلق اوه تمام يعني يا مستر خد بالك وانت بتحل مش مسموح دلتا اتش تطلع عندنا بصفر بس بما ان انا افترضت ارقام مش هي الارقام الحقيقة فطلعت معايا بصفر لكن في الامتحان هتديلك الارقام الحقيقة طب تمام يبا انا برضو اخد بالي اللي انا بحل المسألة بتاعتي مستحيل تطلع عندنا دلتا اتش بصفر ليه طلع حركة مستر راجع كده الحلقة التانية او الحلقات اللي فاتت كنا بنقول لما يتغير المركب مستحيل مركبين مختلفين تطلع لهم نفس المحتوى الحراري وكنت بقولك في عندنا فرق من خمس فروق اللي هي نوع الزرات وعددها عدد الزرات نوع الزرات وعددها نوع الروابط وعددها والحالة الطبيعية او الحالة الفيزيائية يعني ايه يعني وانا بحسب دلتا اتش عندنا للتفاعل بما ان عندنا قيم المحتوى الحراري اللي لازم تطلع مختلفة فلازم دلتا اتش عندنا في النهاية تطلع لها بقيمة اما بقيمة موجبة او قيمة سالبة طيب انا هنا طلعت عندنا ولاد بقيمة موجبة انا استفدت ايه لما طلعت قيمة رقمية موجبة ايا ان كان القيمة هي كام تقول يا مستر انا عرفت كده ان التفاعل ده تفاعل ماص للحرارة اه يبقى الاشارة الموجبة أي أن كانت القيمة تعبر على نوعية تفاعل ماص للحرارة طيب وبعدين طيب حركة مستر مدام التفاعل ده تفاعل ماص للحرارة طيب ما نرسم كده مخطط الطاقة لتفاعل ماص هيترسم ازاي طيب لي ايه دي HR المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة ودي HP المحتوى الحراري للمواد الناتجة والفرما بالل 2 اللي هو دلتا H وفقا للحسابات اللي أنا عملتها ليطلع بموجب 100 كيلو جول لكل مول بس كده يا مستر أقول لك مفترض نقول جملة زيادة إيه الجملة الزيادة؟ مدام ده خلنا في تفاعل ماص للحرارة يعني معنى كده عندنا ولاد حدث امتصاص للطاقة يعني معنى كده أن طاقة المواد الناتجة كبيرة يبقى معنى كده عندنا ولاد أن النواتج في الحالة دي أقل استقرارا تاني يعني كل مكان طاقة النواتج كبيرة أو طاقة النواتج قليلة هنقدر نتحكم أو نقدر نستنتج درجة الاستقرار هل هي عالية ولا منخفضة طب يعني يا مستر أي تفاعل خد بالك ماص للحرارة هيبقى طاقة كبيرة للمواد الناتجة هيبقى أقل استقرارا تاني أي تفاعل ماص للحرارة عرفنا طبعا من إشارة دلتا اتش هتبقى الطاقة عندنا بتاعة النواتج طاقة كبيرة بالنسبة لطاقة المواد المتفاعلة وبالتالي عندنا هيبقى الاستقرار بتاعه أليل طب ناخد مثال كمان كده عندنا أولاد هتدي لك عندنا أي معادلة تقول لي مستر زي إيه قولك مثلا هناخد زينك هنعمله تفاعل مع الـ أول حاجة عندنا بفاكتر فيها هل المعادلة متزنة متزنة كميائياً ولا لأ خلاص المعادلة موزونة الحالة الطبعية مش مكتوبة مش دي القضية لكن هو في الامتحان هكتبها لك هيكده كده ما بتأثرش عليها حسابياً طيب ايه المعلومات اللي مدهالت؟ هيولا خد بالك هتدي لك عندنا دلتا اتش نود فورميشن آه يعني حرارة التكوين القياسية لمين؟ هتدي لك عندنا بالترتيب لحمض الكابريتيك هتدي لك القيمة بتاعته بسالب 700 ودي لك القيمة عندنا بتاعت كابريتات الخرصين مثلا بسالب 300 ايه المطلوب؟ المطلوب حساب دلتا اتش طيب خد بالك الوحدات عندنا كيلو جول لكل مول اه يعني الرقمين بنفس الوحدة خلاص تمام انا مدي لك عندنا دلتا اتش او دلتا اتش نود فورميشن حرارة التكوين القياسية اعمل ايه؟ طول اول حاجة عندنا ولاد حكت بالمعادلة مش هرسمها حكت بالمعادلة كده ادي الزينك مع حمض الكابريتيك اتش تو السوفور هيدي لك عندنا كابريتات الخرصين زد ان اس وفور مع الاتش تو طيب وبعدين طول احركة مستر دي المواد المتفعلة ودي عندنا المواد الناتجة بس اخد بالك الزينك زيرو والهايدروجين زيرو ليه يا ولاد؟ طول مستر عناصر العناصر ملهاش حرارة تكوين اه يعني انا وصلت انا عندي اللي اشتعل عليه هو الاتش تو السوفور في المواد المتفعلة والزد ان السوفور في المواد الناتجة المعادلة بتاعتنا موزونة زي محارك خدت بالك احط بقى عندنا القيم اللي هو مدهاني عندنا ولاد بالاشارات سالب سبعمية للاتش تو السوفور سالب تلتمية للزد ان هي السوفور طيب ومعدين حكتب القانون اللي هي دلتا اتش هي عبارة عن اتش بي مينس اتش ار طب اتش بي هو مدهانك او انا عرفتها لسالب تلتمية ودي السالب بتاع القانون ودي اتش ار سالب سبعمية طب اطلع على الارقام تقول لها راك يا مستر ادي سالب تلتمية ودي موجة بسبعمية هتطلع لك عندنا في النهاية بموجة ببعمية كيلو جول طيب هي دايما يا مستر بتطلع باشارة موجبة اقول لك لا طلعت باشارة موجبة يبقى تفاعل ماص يبقى الطاقة بتاعت النواتج عالية يبقى اقل استقرارا طلعت باشارة سالبة يبقى دا تفاعل طارد يبقى الطاقة بتاعت النواتج قليلة يبقى معنا كده درجة الاستقرار بتاعته عالية اه يبقى انا اتعلمت ايه رقم واحد هكتب المعادلة مش هرسمها يعني مش هوضح طريقة الارتباط رقم اتنين هكتب عندنا حرارة تكوين العناصر سواء في المتفاعلات او النواتج بالقيمة الصفرية رقم تلاتة هعوض بالقيم والاشارات اللي هو مندهاني رقم اربعة هكتب عندنا القانون بتا عديلتي اتش طب بعد ما احسب عندنا ولاد وطلع عندنا القيمة بالاشارة هعمل بقى رسمة مخطط الطاقة اذا كان تفاعل طارد هرسم مخطط الطاقة لتفاعل طارد وازا كان تفاعل ماص هرسم مخطط الطاقة لتفاعل ماص خد بالك اه الاجراءات او الخطوات اللي انا بقول لك دي عندنا ولاد انت فاضل الله سبحانه وتعالى هتعملها اسرع مني بمراحل لكن خد بالك أنا قدر الإمكان بدي لك الخطوات بالترتيب اللي حركة تشتغل عليها أي إن كان بقى المثال طبق الخطوات بتاعتك إن شاء الله هتوصل للناتج اللي مفروض توصله بإذن الله إن شاء الله تبناخد مثال كمان كده أولادي بمختلف شوية لو هدي لك برضو عندنا معادلة أي دي الأستيلين اللي هو C2H2 هعمله تفاعل مع 5 over 2 O2 أكسوجين هدي لك سنوكسي الكربون اللي هي CO2 مع H2O طيب وبعدين هقول لك خد بالك دلتا H هو هدي لك هنا دلتا H يعني التغير في المحتوى الحراري للتفاعل ده اللي بنسميها حرارة التفاعل هدي لك قيمة دلتا H مثلا عندنا أولاد سالب 1300 كيلو جول برمول طيب وبعدين يقول لك خد بالك إن حرارة تكوين القياسية اللي سنوكسي الكربون والمية بالترتيب هي سالب 100 وسالب 200 برضو بكرر لحراكة المرة الأخيرة دي مش عندنا القيم الحقيقية إيه المطلوب؟ أنا عايز أحسب حرارة التكوين القياسية للأستيلين ده المطلوب طيب أفكر إزاي؟ طيب مبدئيا يا مستر مدمة دلتا H نود فورميشن أو حرارة التكوين القياسية هعمل إيه؟ طيب مبدئيا أنا حنقل المعادلة مش حرسم المعادلة أنا بأكد للمرة الأخيرة يا أولاد أنا هتدي لك كده في النهاية إن شاء الله ثلاث أمثلة يوضحوا لك الاختلافات اللي أنا بقوله بس اللي امتبعنا بفضل الله عارف كويس قوي الاختلاف ما بين رسم المعادلة طريقة الارتباط لو كنت مدي لك طاقة الربطة ودلوقتي ينقل المعادلة لو كنت مدي لك حرارة التكوين القياسية طيب حننقل المعادلة حننقل المعادلة عندنا لاتزة وهم الدهاني طبعا أنا متأكد إن هي موزونة أدي C2H2 ودي عندنا 5 أوفر 2 أو 2 حيدي الحراكة عندنا أدي سانيكسيل كربون اللي هو CO2 مع H2O طيب دي القيم اللي عندك مبدئيا الأكسوجن ده عمصر ده بزيرو طيب تمام وبعدين قولك أنا عندي قيمة الأسيتلين أو حرارة تكوين الأسيتلين أنا ما عرفهاش ده هو عايزها ده قيمته X طيب سانيكسيل كربون انت مديني القيمة بتاعت سانيكسيل كربون بكام قولك القيمة الأولناية بتاعت سانيكسيل كربون هم اديها لك عندنا بسالب مية آي مستر بس دوءا للواحد مول آي بقى سيادتك هتعمل لي هتضرب في اتنين زائد بالنسبة للمية انت مديني القيمة بتاعت المية اللي هي سالب متين طيب تمام وأنا عوضت عن الأكسوجن بزيرو لأنه عنصر طيب جميل قوي وبعدين قولك بالنسبة للمواد المتفاعلة محصلة الأكس والزيرو هي X طيب المحصلة بتاعت النواتج هي سالب ربعمية طيب وبعدين طيب حركة مستر نكتب القانون بتاعنا اللي هي دلتا H اللي هي عبارة عن HB مينس HR وابتدي أعوض أعوض ازاي أقولك أنا مديلك عندنا في المعطيات اللي هي دلتا H اللي هي سالب 1300 طيب والHB موجودة عندي سالب ربعمية والHR اللي هي X اللي أنا معرفهاش طيب تمام ما كده عندي يا مستر الـ X فقط هي اللي مجهولة بالنسبة لي طيب كمل شغل ماس أو شغل رياضيات أو فيزياء إني اللي عندنا الـ X الناحية التانية يبادي عندنا أصباحات X ودي سالب ربعمية ودي عندنا يا مستر موجب 1300 تطلع لك في النهاية عندنا القيمة زي ما تطلع أعتقد عندنا أولاد بتطلع 900 كيلو جول لكل مول آه يبنى كده عندي يا مستر حليت نوعين من المسائل على حرارة التكوين خد بالك معايا لو سمحت ركز معايا في الجزء دي بعد يزن حضرتك أول نوع من المسائل عندنا أولاد أنا كنت مديلك عندنا 3 مركبات ومديلك عندنا حرارة التكوين للمركبات المختلفة ولتلك رتب على حسب درجة الاستقرار فكرت إزاي أي مركب اتكون نتيجة تفاعل طارد هو مستقر بدرجة معينة أي مركب اتكون نتيجة تفاعل ماص هو استقراره أقل طب يا مستر أنا عندي كذا تفاعل طارد هل كل المركبات اللي بتطلع من كل التفاعلات الطاردة هل درجة الاستقرار بتاعها واحدة أقولك أكيد لا كل ما كان كمية الطاقة المنطلقة بتاعته كبيرة يعني كمية الطاقة المتبقية بتاعته أقل كل ما كانت درجة استقراره عالية يعني إيه تونيستر حرك يعني الشيء بالشيء أسكر يا أولاد كل ما بتبزل طاقة أعلى كل ما بتخرج مجهودك في حاجة مفيدة كل ما إحساسك بالاستقرار والاطمئنان بيكون أعلى يعني كل ما بتبزل جهده أكبر دلوقتي خلال المرحلة الإعداد بتاع حضرتك للامتحان أو الإعداد بتاع حضرتك لحياتك المستقبلية إن شاء الله كل ما درجة استقرارك في المرحلة اللي بعد كدة بتبقى أليلة أه سوري درجة استقرارك في المرحلة اللي بعد كدة بتبقى عالية لأن إنت بزلت طاقة بزلت جهد خرجت كم طاقة علشان توصل في النهاية تبقى أكثر استقرارا نفس القصة عندنا هنا أولاد لو حدث ان فيه كذا تفاعل طارد كل ما بيطلع كمية طاقة كبيرة جدا كمية الطاقة المتبقية في المركب بتبقى قلالة جدا يبقى درجة استقرار بتاعته عالية دي الفكرة الاولانية الفكرة التانية في انوعين هديلك معادلة وديلك عندنا حرارة التكوين القياسية بتاعة المركبات وبتاعة المواد المتفاعلة ومواد النتيجة في اي معادلة تنصر حراك الاول هطراعي المعادلة موزونة ولا لأ اتنين هشوف عندنا هو طالب مني ايه ثلاثة هعوض بحرارة تكوين العناصر سواء في المواد المتفاعلة او في النواتج بقيم صفر وبعدين اشتعل عندنا في القانون دلتا اتش اي اتش بي ماينس اتش ار دي فكرة فكرة كمان هيكون مديلك دلتا اتش وطالب منك حرارة التكوين هل في افكار تانية ولاد على حرارة التكوين او لحرارك ممكن نبص كده على فكرة تانية يقول لحرارك ايه يقول لك لو انا عندي دلتا اتش نود خلاص بقى انتوا عرفتوا لو دلتا اتش نود للإي سيلين الواسيطه اتش فور هو حالته جاز هدي لك القيمة سالب 700 كيلو جول لكل مول ايه المطلوب هقول لك احسب حرارة تكوين 10 جرام من الإي سيلين طيب احل ازاي طيب لمبدأين يا مستر انت مديلنا دلتا اتش نود اف حرارة التكوين القياسية لمرتب اسمه الإي سيلين طيب يعني يا مستر دلتا اتش نود اف دي اولاك دي معناها ان كل واحد مول من الإي سيلين عشان نكونه في كمية طاقة منطلقة 700 كيلو جول طيب ده للواحد مول ايه المطلوب بقول لحرارك لو انا عندي اصلا هاخد مش واحد مول لو انا هاخد عندنا يا مستر 10 جرام زي ما انت محدد يا ترى حرارة تكوين 10 جرام هتطلع ايه طيب مستر نعمل طرفين فوسطين طيب لا مستر خد بالك ارجوك ما ينفعش تعمل طرفين فوسطين غير لو الوحدات سليمة يعني ايه الوحدات سليمة او لك ما ينفعش هنا عندنا مول يبقى تحتاجها جرام لا اما بحول من مول لجرام او بحول عندنا من جرام لمول طيب مستر ودي هتعامل بيها ازاي ان شاء الله اقول لحرارك مبدئيا حاول لك اخد بالك الكاربون ب12 والهايدوجين ب1 هعمل ايه هجيب الاول المول من الاي سيلين احسبه ازاي يا مستر تقول لي ادي 12 في 2 1.4 هتطلع لك 28 جرام ايه 28 جرام ده اقول لك ده ده المول من الاي سيلين اه يعني كل واحد مول من الاي سيلين اللي هو 28 جرام ده حرارة التكوين بتاعته القياسية هي سالب 700 كيلو جول انا كده عدلت وطورت المسألة عشان اقدر اشتغل بطريقة الطرفين فاسطين لانت متعود عليها طيب ايه السؤال السؤال بقول له حراك لو انا مخدتش بقى 28 جرام لو انا خدت 10 جرام هتطلع عندنا هنا قيمة اكس تقول لي اه تمام كده مستر وانت متطمن تقدر تعمل طرفين فاسطين وانت تمام جدا مفيش فيها ازمة ليه اقول له حراك دي بالجرام تحتها جرام انا متطمن الاكس دي فوية كيلو جول هتطلع عندنا بالكيلو جول ما فيهاش ازمة تب حسيب لي كده قيمة الاكس اقول لك يبادي عندنا ادي 10 في سالب 700 على 28 تطلع القيمة الرقمية زي ما تطلع بالكيلو جول دي فكرة اه يبقى عندي يا ولاد ممكن ادي لك عندنا حرارة التكوين القياسية للمركب معنى كلمة حرارة التكوين القياسية للمركب يعني واحد مول من المركب لو انا محتاج احسب حرارة التكوين لجزء من المول او لمضاعفات للمول يبقى نشتغل كالعادة بالطرفين فاسطين طب ممكن نعمل فكرة تانية ممكن اقول لك عندنا ولاد لو انا عندي مثلا 5 جرام من الميثين حرارة التكوين بتاعتها اللي هي دلتا اتش اف سالب 100 كيلو جول اه انت مش حطت نود يا مستر اقول لك اه طبعا ما دي عندنا ولاد دلتا اتش اف دي دي حرارة التكوين مش للمول ده دي لخمسة جرام بس طب ايه المطلوب المطلوب يقول لك احسب لي دلتا اتش اف نود للميثين طب يعني ايه يا مستر تقول لي حركة يا بنا انا عايز احسب حرارة التكوين القياسية لمول من الميثين طب افكر ازاي طب اللي ما بدأينا عندنا ولاد هترجم الجملة دي الاول الجملة دي معناها ايه طب نستر الجملة دي معناها ان واحد مول من الميثين الوسيئة شفور عايز اعرف حرارة التكوين بتاعته بكام انا ما عرفهاش طب يا مستر ايه المعلومة اقول لك المعلومة ان الخمسة جرام من الميثين فيها طاقة قيمتها سالب مية طب يا مستر ايه بقى حضراك عايز تحسب دي هتحسبها برضو طرفين فوسطين اه بس القاعد كويس ومركز كويس يا ولاد تاني منفعش تبقى دي مول وتحتها جرام طب خلاص بقى انت تعلمت شيل المول وعوض عندها بالجرام اه طب انا لسه مديلك من شوية ان الكاربون ب12 والهايدوجين ب1 هعوض هعوض عندنا ادي 12 زائد 1 فاربعة هتطلع لك عندنا 16 يبس 16 جرام فيها حرارة تكوين قياسية ما عرفهاش بما ان الخمسة جرام حرارة التكوين بتاعتها سالب مية يبس 16 جرام فيها قيمة ما عرفهاش قادر اجيبها عندنا بالطرفين فوسطين تقول لسه الحرارة كنت عكست السؤال اقول له الحرارة المهم تبقى فاهم انا بعمل ايه عشان تقدر تعوض يعني ان هنا اولاد لو اديتك حرارة التكوين القياسية يبقى كل واحد مول في حرارة تكوين القياسية كذا طب هنا كنت مديلك حرارة تكوين 5 جرام الخمسة جرام دي مقدرش اقول عليها حرارة التكوين القياسية لان التعريف المعترف به او الموصق لحرارة التكوين القياسية لازم عندنا اولاد يكون لواحد مول من المركب من عناصره الأولية طبعا يبقى أخذ بالك لو أنا هتدي لك مثال تاني لو شمحت أخذ بالك من الجملة دي كمان مرة لو أقول لك عندنا يا ميستر أنا عندي الأمونين NH3 هتدي لك ΔH Formation بتاعة الأمونين هتدي لك القيمة الرقمية بتاعتها مثلا 500 كيلو جول لكل مول وحط لك هنا نود المعلومة دي معناها إن أنا عندي حرارة التكوين القياسية لمول من الأمونية هي 500 كيلو جول لكل مول طب إيه المطلوب هو لك حسب لي ΔH Formation ل-O.1 مول من الأمونية أفكر إزاي يقول لك ميستر حركت على أن ترجم الجملة اللي أنت كتبها دي إيه الجملة اللي أنا كتبها دي يا أولاد يقول لك ميستر الجملة اللي أنت كتبها دي يا ميستر معناها إن 1 مول من الأمونية لن H3 حرارة التكوين القياسية 500 كيلو جول طيب ايه المطلوب انا عايز احسب حرارة التكوين لكم مول لـ 0.1 مول طيب تمام يبقى دي 0.1 مول بتاعة الامونيا فيها اكس مقدر نحسبها طيب تمام يبقى انا عن كده عندي يا مستر ما حولتش لان دي بالمول وتحتها مول هطلع عندنا القيمة دي اكس فوقية كيلو جول تطلع بالكيلو جول زي ما تطلع دي فكرة او دي فكرة متكررة طيب ايه كمان لو هدي لك برضو عندنا ولاد على الامونيا اقول لك خد بالك لو هدي لك دلتا اتش فورميشن مثلا لخمسة جرام من الامونيا القيمة بتاعتها 300 كيلو جول احسب حرارة التكوين القياسية للامونيا تونستر طب كويس قوي دي عندنا دلتا اتش فورميشن دي مش حرارة التكوين القياسية هو عايز حرارة التكوين القياسية طب حرارة التكوين القياسية دي معنى ايه تقول لي معناها ان الواحد مول من الامونيا من الان اتش ثري عايز احسب كمية الطاقة او حرارة تكوين واحد مول من الامونيا طب ايه المعلومة اللي انا مدها لك تقول لي مستر انت مدلنا ان الخمسة جرام من الامونيا حرارة تكوينها عندنا 300 كيلو جول طب نعدل بقى كده الوحدات تقول لي مستر انا هنا عندي مول وتحتها جرام انا هتدي لك اكيد الان بفورتين والاتش عندنا بان دي حاجات معطيات ما تقلقش طب احسب لي المول من الامونيا اه المول من الامونيا ادي 14 زائد 1 في 3 يعني تطلع لك عندنا 17 جرام يبال 17 جرام دي اللي هي الواحد مول حرارة التكوين بتاعتها عايز احسبها بمعلومة ان الخمسة جرام فئة 300 او حرارة تكوينها بتلتمية طب ما تحسب عندنا مستر القيمة دي يبال القيمة اللي انا هحسبها هتتحسب بالشكل ده ادي 300 في 17 على خمسة وتطلع عندنا كيلو جول لكل مول لان دي حرارة تكوين قياسية اتمنى ان يكون المثال ده عندنا اولاد واضح مهم جدا وانت بتتعامل تعرف هو الراجل هنا مدي لك ايه يعني لو ادي لك حرارة تكوين القياسية يبقى هو مدي لك حرارة تكوين واحد مول من المركب اللي هو مديه لك طب لو ادي لك حرارة تكوين لكتلة معينة يبقى اكيد دي مش حرارة تكوين القياسية لان حرارة تكوين القياسية لازم تكون لك مول اولاد لواحد مول يبقى انا كده خدت 3 افكار لمسائل متنوعة على حساب دلتا ايتش وعلى حرارة التكوين هدي لك كذا مركب ودي لك عندنا حرارة التكوين بتاعته وتقول يا مستر اذا كان المركبات دي درجة استقرارها عالي او قليل شوية اعتمادا على حرارة التكوين بتاعته اديتك كمان عندنا يا مستر مسألة وديتك حرارة التكوين القياسية هنبتدي نعوض التعوضات الرقمية بالاشارات اللي هو مديها لك مع الاعتبار اللي بنحط عندنا العناصر قيمتها بصفر اديتك بعد كده عندنا ولاد المعلومة الاساسية اللي بتقولك حرارة التكوين القياسية هي كمية الطاقة المنطلقة او المنتصة عند تكوين مول واحد من المادة من العناصره الاولية وابتدينا نطلب حرارة التكوين لجزء من المول او لمضاعفات من المول دي حرارة التكوين والتطبيقات عليها ان شاء الله كده تبقى واضحة بالنسبة لك لان عليها مش عايز اقولك كم اسئلة كتيرة جدا متنوعة جدا ان شاء الله كده يكون لك حظ ونصيب في الامتحان اللي انت تقدر تجاوب عليهم بسهولة ان شاء الله خلينا بقى ناخد عندنا ولاد اخر حرارة في الباب الرابع او اخر تطبيق عندنا ولاد حاجة اسمها حرارة التفاعل طيب ايه الجديد يا مستر موحرات التفاعل دي اي تفاعل بنعمله بتطلع منه حرارة اسمها حرارة التفاعل اللي هي دل تا ايش اللي انا بحسبها دي اقولك الجديد عندنا ولاد قانون اسمه قانون هس اه اسمه قانون هس ده يعني العظم لله ده قانون عظيم جدا حللنا مشاكل كتير جدا في العلم هقوله حراك عليه حالا احيانا عندنا ولاد بقدر احسب حرارة التفاعل بصورة مباشرة يعني ايه يعني بعمل التفاعل عملي واحسب عندنا حرارة التفاعل طيب نستر بس انت عندك بعض الازمات زي ايه طيب في بعض التفاعلات بتاخد فترة زمنية طويلة جدا مش ساعة وساعتين ويوم ويومين والكلام ده لا ده بتاخد سنين طيب هل حضرتك هنستنى سنين طويلة جدا عشان نحسب عندنا حرارة التفاعل لتفاعل بطيء كده تقوله اكيد لا طيب ما للعلماء او هس اتصرف ازاي هقوله حراك هس ابتدى يتعامل مع المعادلة بتاعة الكيميا كأنها معادلة رياضة او معادلة فيزياء يعني هنطبق عليها قوانين رياضية تساعدك في الاستنتاج طيب يا مستر هل التفاعلات البطيئة بس هل بنتطبق عليها قانون هس اقولك لا في بعض التفاعلات الخطيرة يعني بعض التفاعلات او بعض التجارب غير متاح اللي انا اعملها الا في الشروط معينة طبعا ده لاني خايفين عليك لاني ممكن تطلع طاقة مش محسوبة او انفجار لقدر الله ممكن يتسبب في مشكلة للمتابع او للي بيعمل التجربة اه يعني في بعض التجارب خطيرة جدا في بعض المركبات كمان عندنا ولاد مركبات غير مستقرة مجرد ما تتكون بتتحول طب للاعتبارات التلاتة دي واعتبارات تاني كتير قررنا بمساعدة ربنا سواء تعالى ثم القانون هس اللي احنا نتعامل مع المعادلة الكيميائية على اساس ان هي معادلة ريضية برضو لي يا مستر اقول لحضرتك وانت لما تيجي تحسب دلتا اتش ايه القانون بتاع حساب دلتا اتش تقول لي اتش بي مينس اتش ار طب تمام يعني دلتا اتش عندنا ولاد انا محتاج قيمة اتش بي وقيمة اتش ار هل يهمك التفاعل ده خد فترة زمنية قد ايه تقول لي لا هل يهمك التفاعل ده تم على خطوة او على خطوطين او على ثلاثة او على اربعة تقول لي برضو لا انا يهمني المحتوى الحراري للمواد النتيجة والمحتوى الحراري للمواد المتفاعلة اذا خطوات التفاعل لا تعنيني وانا بحسب اذا الوقت او الفترة الزمنية اللي تم فيها التفاعل حسابيا هنا لا تعنيني ممكن تعنيني في مجال تاني ولكن حساب عندنا حرارة التفاعل يعتمد على المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة والمحتوى الحراري للمواد النتيجة ملوش علاقة خالص بالخطوات إزاي بالظبط كده عندنا أولاد أنا بشرح لحضرتك إزاي تحللي مسألة حرارة التكوين أو إزاي تحللي مسألة حساب دلتا إتش وبديلك عندنا خطوات في النهاية كل الخطوات دي ما تهمنيش في حاجة في النهاية ممكن حضرتك ببساطة شديدة جدا دون النظر للخطوات هتحل وتطلع الناتج بفضل الله سليم يبان هنا عندنا أولاد أنا مش هقولك أنت عملت خطوات إيه المهم اللي أنت تديني في النهاية ناتج سليم وكذلك المعادلة المعادلة هنا لا يعنيني التفاعل خد ساعة ساعتين تلاتة عشرة مش مشكلة التفاعل ده تم على خطوة خطوطين تلاتة عشرة مش مهم أهم حاجة المحصلة إن شاء الله كده ربنا يجعل محصلتنا في النهاية كلنا إن شاء الله محصلة هايلا إن شاء الله طيب لما نيجي نقول بقى عندنا أولاد إيه الإجراءات اللي هعملها علشان أعمل حساب لحرارة التفاعل بصورة غير مباشرة تقول لي خد بالك أنت حضرتك رقم واحد في تفاعلات خطيرة في تفاعلات بطيقة في تفاعلات النواتج بتاعتها نواتج غير مستقرة مش هقدر أتعامل معاها بصورة مباشرة عشان كده هس قرر يتعامل معاها بصورة غير مباشرة نخش في الموضوع على طول يا أولاد هاجي لك السؤال إزاي غير السؤال النظري يعني إيه قانون هس هقول لك حدي لك معادلة كالآتي هقول لك أنا عندي مثلا كربون هيعمل تفاعل مع الأكسوجين عشان يدينا CO2 ودي لك دلتا ايتش بتاعت التفاعل ده سالب 300 كيلو جول لكل مول بكرر دي مش الأرقام الحقيقية أنا بختار لك أرقام أبسط عشان وإحنا شغالين تبقى الدنيا فيها سهولة أكتر طيب وهكتب لك الحالة الفيزيائية آه بس أخد بالك هقول لك الكربون ده بنقول عليه جرافيت إيه الجرافيت ده يا مستر اللي هو الفحم طيب الفحم عندنا أولاد الصورة الكيميائية بتاعته C آه بس فيه عندنا كربون تاني فيه عندنا كربون اسمه ماس أو ألماز الماس أو الألماز ده عندنا أولاد هو كيميا C آه بس آه فيه آه الشبكة البلورية بتاعته أو توزيعة الزرات بتاعت الكربون وهو الجرافيت مختلف عن الكربون وهو الماس أو الدايموند ده فلو أنا جيت أعمل تفاعل للكربون وهو ماس مع الأكسوجين هتلعلك برضو ثاني يكسر لي الكربون بس دل تأيتش عندنا أولاد أتوقع تطلع برقم مختلف ليه مستر الرقم مختلف ولا أخد بالك وهنا آه أكسوجين أكسوجين الحالة بتاعته غاز والحالة بتاعته غاز آه هنا فيه ساني يكسر لي الكربون غاز ساني يكسر لي الكربون غاز آه الجرافيت ده حالته صلد وده حالته صلد حالة صلبة ولكن ده جرافيت وده عندنا ماس آه يبدا ده حاجة بكيان بتوزيع الزرات وده حاجة بكيان تاني بشكل له توزيع الزرات مختلفة عشان كده دلتا ايتش طلعات مختلفة طب ايه المطلوب حدي لك هنا عندنا دلتا ايتش اكيد مش سالب 300 خلينا دي لك اي رقم عندنا ولتاكم مثلا سالب 350 القيمة طلعت مختلفة طبعا كيلوجول لكل مول القيمة طلعت مختلفة لان هنا عندنا مستر المحتوى الحراري للكربون وهو في الحالة الجرافيت يختلف عن المحتوى الحراري للكربون وهو في حالة ماسي طب جميل قوي ايه المطلوب قولك المطلوب عندنا ولاد عايز احسب حرارة تفاعل تحويل الكربون من جرافيت لماس اه يعني عايز احول الكربون من جرافيت لماس هو يا مستر هو ده ينفع ده كلنا نبقى اغنية لو قدرنا نحول الجرافيت لماس ان شاء الله كلنا نبقى اغنية طب هو ده بينفع اه بس ده عشان يحصل لازم ياخد سنين طويلة قوي يعني لازم الجرافيت يقعد سنين طويلة جدا في شروط معينة وبيتحول عندنا الى ماسي طب انا محتاج احسب حرارة التفاعل النتجة من تحول الجرافيت الى ماسي هل هقدر استنى الاف السنين اه علشان نحسب حرارة التفاعل تحول الجرافيت الى ماسي تقول لي مستر اكيد لا طب اكيد لا يبقى هنعمل ايه هنضطر نتعامل بصورة رياضية طب هتعامل بصورة رياضية ازاي هل اخد بالك نمط السؤال بتاع قانون هس دايما 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 هيدى لك معادلتين وقال لك باستخدام المعادلتين دول لو سمحت احسب لي مثلا حرارة التفاعل تحول الجرافيت الى ماس او او الى اخر هفكر ازاي هقول له عندنا مبدئين انا هفكر كده في المعادلات اللي انت مدهيني انت عايز تعمل ايه طب نكتب كده الاول المعادلات اللي حرارة كتبة عشان نقدر نبص هو طالب مني ايه اقول لك هو الراجل هنا كان مديلك الكربون الجرافيت لما بيحصله تفاعل مع الاكسوجين بيتحول عندنا الى ثانيه يجيلك الكر بيديودة كربون وبيديلك عندنا قيمة دلتا H الراجل ما اديك عندنا القيمة الرقامية سالب 300 كيلوجون لكل مول وبعدين ادي عندنا الكربون الدياموند أو الماس لما هنديله اكسوجين هيديك عندنا برضو ادي كربون دي اكسايد او CO2 ويدي لك عندنا قيمة دلتا أتش بتاعته سالب 350 المطلوب المطلوب عندنا ولا يتركز في الحتة دي قوي لانها حتة فنية هتساعدك قوي ان شاء الله المطلوب انا عايز اخلي الجرافيت يفضل زي ما هو في المواد المتفعلة والماس يطلع عندنا في النواتج تونيستر حرارتك مش انت المطلوب مني احسب حرارة التفاعل تحول الكاربون الجرافيت الى كاربون دايموند او كاربون ماس اه تمام يعني انا عايز اخلي الجرافيت زي ما هي في المواد المتفعلة وخلي الدايموند عندنا مستر في المواد النتيجة اعمل ايه ركز في الحتة دي اولاد يعني انا عايز اغير مكان الجرافيت هروح جاي ضارب المعادلة اللي فيها الجرافيت دي كلها في سلب واحد كده بما فيها دلتا اتش طيب وبعدين وبعدين اجمع المعادلتين دول تجميع رياضي ركز دلتا مستر تاني هراج لوقتها عندنا عايز تحسب حرارة تفاعل عند تحول الجرافيت الى ماس انا ما اقدرشي استنى فترة زمنية فيها سنين طويلة جدا عشان احاول عندنا الجرافيت الى ماس طيب فقررنا نتعامل رياضيا اعتمادا على ايه بعد ربنا سواء تعالى اعتمادنا على قانون هس لو قالك من حقك تتعامل مع المعادلة الرياضية او المعادلة الكيميئية عفوا كأنها معادلة رياضية طيب هشتغل ازاي طيب حرارة كمستر انت عايز تغير وضعية الجرافيت من المواد المتفعلة عايز تخليها عندنا نواتج او العكس طب انا عايز اعمل ايه قلت للمستر حراكة عايز تخلي الجرافيت زي ما هو في مكانه وعايز تخلي الدايموند هو اللي يغير مكانه اعمل ايه مستر قلت للمستر حاجة على اللي انا عايز اغير وضعيته انا عايز اخلي الجرافيت في مكانه زي ما هو اللي انا عايز اغير وضعيته عندنا اولاد هو اللي هغير الاشارة بتاعته تاني اللي عايزة غير الوضعية بتاعته اللي عايزة انقله من الشمال اللي ليمين هو اللي هغير الاشارة بتاعته يعني ايه يعني هخلي الدياموند ده سالب 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 بما فيها دي طب مستر مالحراك قلت في الاول دي لو انا عملت دي اشارة سالبة وجمعت المعادلتين يبقى الجرافيت هيغير مكانه من المواد المتفعلة للمواد النتيجة وانا عايزة اخلي الجرافيت محافظة على المكان بتاعه اه اذا انا هلغي الاشارة دي كده عندنا ولاد كلها وابتدي اجمع المعادلتين كمان مرة الكاربون الدياموند ده عايزة انقله من المواد المتفعلة عايزة خليه معى النواتج اللي عايزة اغير وضعيته من المتفعلات للنواتج او العكس هو اللي هغير اشارته طب هغير اشارة مين بالزبط هغير اشارة كل المتفعلات وكل النواتج بما فيها دلت ايش وبعدين اجمع المعادلات طب جمع كده بعد اذنك ادي سي جرافيت مينس سي داياموند الاوتو مينس اوتو هتتكنسل طب تمام السي اوتو مينس سي اوتو هتتكنسل اه يعني مفيش عندنا نواتج طولي طب جميل الدلتا اتش ادي نيجاتيف سري هندرد بوستف سري هندرد فيفتي هتطلع لك عندنا مستر بوستف فيفتي كيلو جول برمول طب يا مستر حراك هل هسيب المعادلة بتاعتي كده من غير ما يبقى فيها نواتج اقول لك لا احنا اتفانى عندنا اولاد انا بتعامل كأنها معادلة رياضية طب اعمل ايه طب يا مستر حراك اللي هي مينس كاربون الدياموند دي الناحية التانية هاوصل بشكل المعادلة بتاعتي عاملة ازاي لسي جرافيت بتتحول لسي داياموند ودي عندنا قيمة دلتا ايتش حسبتها خد بالك لو انا قررت اعمل الكلام دا عملي حستنى عندنا سنين طويلة جدا عشان احسب عندنا حرارة التفاعل عشان احول من جرافيت لماس لازم هنقعد سنين طويلة جدا طب كمان مرة يا ولاد اللي ساعدنا اللي احنا نحول او نتعامل مع المعادلة دي بصورة رياضية هي قانون هس طب كمان مثال كده ولاد بس اساسينك ركز كويس فلو انا هقوله لحضرتك هقولك مثلا انا عندي ادي سي بتتفاعل مع الاكسوجين هتدي لك عندنا سي او تو ودي لك عندنا دلتا ايتش القيمة بتاعته سلب خمسمائة كيلو جول لكل مول هنتفانى عندنا مش دي الارقام الحقيقة دي ارقام يعني بسيطة كده وهدي لك طبعا الحالة الطبعية او الحالة الفيزيائية هدي لك برضو عندنا ولاد ادي سي او مع هاف او تو هادي لك سي او تو ودي لك عندنا قيمة دلتا ايتش تونستر مليون في المية هتبقى قيمة مختلفة عن الخمسمائة دي ازاي ده اكسوجين ده اكسوجين ده سين اكسوجين كربون ده سين اكسوجين كربون اقول لك او بس ده كربون وده اول اكسوجين كربون هدي لك مثلا سالب تلتمية كيلو جول لكل مول المطلوب المطلوب عندنا ولاد انا عايز احسب حرارة تكوين السي او اقول لك انا عايز احسب حرارة تكوين السي او من المعادلات اللي هو مدهالك طب ركز كده يعني ايه حرارة تكوين السي او اقول لستر كلمة حرارة تكوين دي يعني لازم لازم السي او تبقى موجودة عندنا نواتج اه يعني السي او دي عايزين نغير الوضعية بتاعتها اقول لستر كمان مرة الراجل بقول لك احسب لي حرارة تكوين السي او طب كلمة حرارات التكوين دي كلمة حرارات التكوين دي عندنا أولاد يعني لازم عندنا أطلع أو أنا بحث بحرارات التكوين لازم عندنا السي أو ده يكون موجود عندنا في النواتج طب المعادلة بتاعتنا عندنا أولاد اللي أنا كاتبها لك دلوقتي السي أو ده عندنا في المواد المتفعلة طب إيه الحل؟ طولي مستر الحل اللي أنت هتتعامل رياضيا مع المعادلتين دول علشان تقدر تحول السي أو من المواد المتفعلة للمواد النتجة تبا أعمل إيه عشان ننقل وضعيتها أو أغير وضعيتها توليستر أنت حرك لسه إلينا في المثال اللي فات الحاجة اللي عايزة أغير الوضعية بتاعتها اللي عايزة نقلها من المواد المتفاعلة للنواتج لو سمحت غير إشارة المعادلة كلها طيب يبا أنا أغير إشارة المعادلة دي أخليها سالب 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 وكمان دلتة ايش دي عندنا ولاد هتتحول عندنا كلها تبقى موجبة طيب وبعدين هنكتب كده بقى المعادلة بصورة أوضح أقول لك عندنا أدي السي مع الأوتو هتطلع لك عندنا ولاد أدي سي أو تو ومدي لك عندنا قيمة دلتة ايش اللي القيمة اللي كنت مديها لك سالب 500 كيلوجول كل مول وهنا مدي لك عندنا سي أو لأنا غيرت أو هغير الإشارة بتاعتها كمان مرة قدام حراك كده فلو سمحت أخذ بالك أدي عندنا سي أو تو ودي عندنا دلتة ايش اللي القيمة الرقمية بتاعتها سالب 300 طيب هراجل بتقولي انت عايز تنقل السي أو تخليها في النواتج آه ده الراجل عايز يحسب حرارة تكوين السي أو فغيرت الإشارة دي سالب 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 ودي كمان وبعدين هجمع المعادلتين يا ولاد قدامك كده خد بالك هنزل كده عندنا أدي سي ماينس سي أو آه واحد بقى من حضراتكو كده هتزاكى شوية وليه مستر طب نبسط نشيل السي مع السي وتفضل عندنا ماينس أو اللي ماينفعش ليه ماينفعش حضرتك لما تيجي تعمل مينس أو بلس تجمع أو تطرح أو حاجات زي كده لازم عندنا أولاد عشان أكانسل حاجة أو أمينس حاجة أو أجمع حاجة لازم تبقى متمثلة يعني السي دي حاجة اسمها كربون والسي أو ده اسمه أول أصيل كربون آه فمش هقدر أكانسل السي مع السي كيان الستي نص لكن هنا عندحركة واحد مول من الاوتو ناقص هاف مول من الاوتو ويطبط عندنا اولاد اون اين ما دي عندنا واحد مول من الاكسوجين ودي مينس هاف اوتو يعني ناقص نص مول من الاكسوجين فهقدر هنا عندنا اجمعهم او ميناشهم زي ما انا عايز لكن هنا سي مايناش سي او تنزل زي ما هي لويرflo طب ننقل كده على النواتج يا أولاد CO2 هتتكانسل مع CO2 طب تمام طب ودلتا H قولي مستر برضو انت بتجمع انت بتتعامل مع المعادلة ككيان طيب سالب 500 موجب 300 هتطلع لك عندنا أولاد سالب 200 طب وبعدين تقولي حركة مستر بقى هنشيل أو هننقل الماينس CO2 اللي أنا هنحى التاني هاوصل عندنا في النهاية إن ال C مع هاف O2 هتدي لك عندنا أدي سي O وقيمة دلتا H في النهاية حسبناها طلعت سالب 200 كيلوجول لكل مول كان صعب جدا نحسب حرارة تكوين أول وكسيل كربون بصورة مباشرة أول وكسيل كربون ده من المركبات الغير مستقرة مجرد ما بيتكون عندنا بيتحول إلى سانوكسيل كربون لكن بفضل ربنا سوعة تعالى ثم قانون هس قدرنا نحسبه بصورة غير مباشرة ده كان آخر طبيق عندنا ولاد على الجزء اللي حركها تتعرض للامتحان بتاعها إن شاء الله في الأسبوع اللي جاي يعني كل الرجاء إن تكون المعلومات اللي احنا بنقولها مع بعض خلال الفترة دي من الترم تبقى إن شاء الله معينة لك بعض ربنا سوعة تعالى اللي انت تعمل كويس كده في الامتحان إن شاء الله على وعد كده إن شاء الله في الحلقة الجاية بتاعت المراجعة نجمع أنماط كتيرة كده من الأسئلة بس لو سمحت راجع كويس الجزء اللي انت خدته وخلي عندك ثقة في ربنا سوعة تعالى ثم في المجهود اللي انت بزلته إن ربنا إن شاء الله مش هيدايع المجهود اللي انت عملته كل رجاء إن انت تتحقق كل أمانيك السلام عليكم